بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة عن بعد لطلاب دبلوم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عن شمس في مادة القانون الإداري مع التعمق تكلمنا في المحاضرات السابقة عن ما يتعلق بنظام المسئولية عن أعمال السلطة القضائية سواء فيما يتعلق بدعوة المسئولية أو المسئولية بدون خطأ وتكلمنا في البداية على الإجراءات التي تتبع في دعوة المسئولية حب أن أوضح لكم في البداية أن الصفحات من 906 إلى 1048 غير مطالبين بها في الامتحان مش هندرسها وبالتالي سننتقل مباشرة إلى أركان المسئولية وشروط تحقق نحن قلنا قبل كده أن مجلس الدولة في كل من فرنسا ومصر قد أخذ بالمسئولية على أساسين الأساس الأول هو أساس الخطأ والأساس الثاني وهو المسئولية على أساس المخاطر إذن في البداية أخذ بالمسئولية على أساس الخطأ وفرق في ذلك بين الخطأ الشخصي الذي ينسب إلى الموظف نفسه وتتحمل الدولة مسئوليته وعبء التعويض عنه ولا تتحمل الدولة مسئوليته وعبء التعويض عنه وإنما من ماله الخاص حتى لو الدولة دفعت هترجع عليه القطأ المرفقي الذي ينسب إلى المرفق أو الإدارة الدولة بتتحمل مسئوليته وعبء التعويض عنه بدون الرجوع على من ارتكب الخطأ إلى جوار هذه المسئولية القائمة على أساس الخطأ هناك المسئولية القائمة على أساس المخاطر أو بدون خطأ زي ما بنقول أو الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة هذه المسئولية لا علاقة لها بفكرة الخطأ استقوم على فعل الإدارة نفسه الصادر الذي يرتب ضررا دون حاجة إلى إثبات أن هناك خطأ من جانب جهة الإدارة هذا الاتجاه اللي هو المسئولية على أساس المخاطر موجود في فرنسا ولكن في مصر ما زال حتى الوقت الحاضر ليس قاعدة عامة ويطالب الفقه المصري بالأخذ به أركان المسئولية عن أعمال الإدارة تختلف باختلاف الأساس الذي تقوم عليه يبقى بتختلف هذه الأركان إذا كنا بصدد مسئولية على أساس الخطأ أو بصدد مسئولية على أساس عنه إذا كنا بصدد مسئولية على أساس المخاطر ولكن سواء قامت المسئولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ لا يمكن أن تتم هذه المسؤولية على هذا الخطأ أو النشاط إلا إذا وجد إلى جوار ذلك رقن الضرر فالضرر يعد رقنا أساسيا لقيام المسؤولية ولا يتصور أن يحكم بالتعويض عن فعل لا يرتب ضررا حتى ولو كان فعلا خاطئا أركان المسؤولية ضرر وعلاقة سببية وبين الضرر وبين الفعل أو ضرر وخطأ وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر إذا هذه المسؤولية لا تتوافر إلا بأركان ثلاثة رقن الخطأ رقن الضرر رقن علاقة السببية بين الفعل الضرر من الإدارة وبين الضرر الذي يلحق بالمضرور بحيث يكون عمل الإدارة هو السبب المباشر للضرر أي أن يكون الضرر نتيجة لهذا إحنا قبل كده اتكلمنا عن أركان المسؤولية عن الرقن الأول من أركان المسؤولية وهو الخطأ والخطأ بعد ذلك يبقى لنا أن نتكلم عن الضرر القابل للتعويض وعلاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة وده اللي هندرسه في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة بإذن الله أول حاجة هنتكلم عن الضرر هو الرقن المحرك للمسؤولية عن أعمال الإدارة يبقى إذن الأساس الحقيقي لتعويض المضرور سواء كان على أساس المخاطر أو على أساس الخطأ هو الضرر فالدولة لا تكون مسؤولة إلا إذا ثبت نشوء ضرر عن نشاطه لكن لو فيه خطأ من جهة الإدارة ومرتبش ضرر الأفراد أو فيه مخاطر ولم ترتب ضرر الأفراد يبقى في هذه الحالة لا يجوز التعويض الضرر معناه الإخلال بمصلحة مشروعة للشخص بمعنى أن كل ما يصيب الشخص من أذى نتيجة للمساس بحق من حقوق أو مصلحة مشروعة له يبقى في هذه الحالة تتكفل الدولة بالتعويض سواء تعلق هذا الحق أو تلك المصلحة بسلامة الجسم أو العاطفة أو المال أو الحرية أو الشرف أو غير ذلك من المصالح التي تكون للأفراد الفقه والقضاء استقر على أن التعويض لا يستحق عن أي ضرر يحدث للأفراد بل يجب أن يغطي جميع الأضرار التي حاقت بالمضروف سواء كانت أضرار مدي أو أضرار أدبية أو معنوية مجلس الدولة الفرنسي تطور في قضائه في تحديد أنواع الضرر التي يجوز التعويض عنه وإحنا هنا بنستند إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي بالإضافة طبعا إلى أحكام مجلس الدولة المصري باعتبار أن مجلس الدولة الفرنسي هو المصدر التاريخي للقواعد التي تحكم الضرر عشان أتكلم عن الضرر يبقى لابد أتكلم عن حكتين إيه الشروط التي يجب توافرها في الضرر لكي يوجب التعويض نمرة أثنين إيه أنواع الضرر الذي يصيب الأفراد لكي يمكن التعويض عنه الضرر الموجب للمسئولية يجب أن تتوافر فيه عدة خصائص أو شروط هذه الشروط بعضها ضروري بالنسبة لنوعي الخطأ سواء كان خطأ لنوعي الضرر سواء نتيجة لمسئولية خطائية أو نتيجة لمسئولية غير خطائية إذا كان سبب الضرر خطأ أو سببه بدون خطأ في هذه الحالة فيه شروط ضرورية يجب أن تتوافر في النوعين معه لكن بالإضافة إلى ذلك هناك نوع من الشروط التي تتميز بها المسئولية غير الخطائية التي تقوم على نشاط الإدارة الخطر الذي يرتب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة يبقى إحنا هنا محتاجين إلى أن نتكلم على حكتين شروط الضرر المشتركة بين الخطأ وبدون خطأ اللي هي المشتركة بين نوعي المسئولية وبعدين نتكلم بعد كده عن شروط الضرر الخاصة بمسئولية الإدارة بدون خطأ هنبدأ أولا بالنسبة لشروط الضرر المشتركة بين نوعي المسئولي الفقه اتفق على أن هناك شروط معينة يجب أن تتوافر في الضرر الموجب للتعويب سواء كان هذا الضرر ناشئا عن خطأ في جانب الإدارة أو عن نشاط مشروع له صفة الخطر أو يتضمن إخلال بمبدأ المساواة الشروط دعبار عن شروط ثلاث الشرط الأولاني أن يكون الضرر مباشرا وأن يكون الضرر محققا وأن يخل بمركز يحميه القانون يبقى ثلاث شروط الشرط الأول أن يكون الضرر مباشرا الشرط الثاني أن يكون الضرر محققا الشرط الثالث أن يخل هذا الضرر بمركز يحميه القانون يبقى أول حاجة عندنا أن يكون الضرر مباشر يجب أن يكون الضرر الذي يعوض عنه ضررا مباشرا معنى أنه يكون نتيجة مباشرة لخطأ الإدارة أو لنشاط الإدارة الذي رتب الضرر يجب على المضروف أن يثبته أن كل عنصر من عناصر الضرر الذي يطالب به بالتعويض هو نتيجة مباشرة وطبيعية للفعل الضار إذ لا تعويض عن الأضرار غير المباشرة وذلك القانون البدني يقول أن التعويض يشمل ما لحقت دائم من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائم أن يتوقع ببذل جهد معقل يعني معنى ذلك أن الضرر المباشر معنى ذلك أن الضرر المباشر أو الذي يعتبر نتيجة للفعل الضار هو الضرر الذي يعتبر من النتائج غير المألوف يبقى الضرر الذي يعتبر نتيجة للفعل الضار هو الضرر الذي يعتبر آسف من النتائج المألوف ويدخل في الأمور الطبيعية التي يغلب قوعها في التسلسل العادي للأحداث أما إذا كان الضرر غير مألوف وضرر غير مباشر وضرر لا يحدث عادة من الفعل الضار لكن حدث عرضا نتيجة لتسلسل الأحداث يبقى في هذه الحالة هذا الضرر بيعتبر ضرر غير مباشر ولا يجوز التعويض عنه معنى كده إيه؟ أن إذا تعددت الأضرار التي أصابت طالب التعويض الإدارة لا تسأل إلا عن الضرر الذي كان نتيجة مباشرة وطبيعية للفعل الذي قامت به دون الأضرار الأخرى غير المباشرة والتي لم يكن فعل الإدارة سببا مباشرا في حدوثها يبقى معنى كده أن الضرر المباشر هو اللي بيحتفظ برابطة السببية بينه وبين الفعل الضار أما الضرر غير المباشر فما فيش علاقة السببية بينه وبين الفعل الضار ولذلك بنجد أن محكمة القضايا الإدارة قالت إيه؟ من المسلم به فقا وقضاء أنه يجب أن تتوافر علاقة السببية المباشرة بين الضرر المطالب بالتعويض عنه وبين الفعل الناشئ عنه الضرر أي يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل نفسه يبقى معنى ذلك أن القضاء استقر على التعويض إذا كان الضرر مباشرا وعلى عدم التعويض إذا كان الضرر غير مباشر نبدأ أولا بالضرر المباشر طبق القضاء الفرنسي قاعدة المسئولية وأقر المسئولية في حالة ما إذا كان الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة للفعل الذي قامت به جهة الإدارة ولذلك قال أن الضرر المباشر متوافر بين مرض الحصبة الذي أصيبت به مدرسة خلال قيمها بالتدريس واتصالها بالأطفال المصابين به وبين التشوهات الخلقية التي ظهرت على طفلها التي كانت حاملا به أثناء إصابتها بهذا المرض أيضا قال أن فقد أحد الأطراف أحد الأفراد أحد عينيه نتيجة مباشرة للإصابات التي حدثت له نتيجة إطلاق أحد رجال الشرطة المكلفين بالحفاظ على الأمن الرسواص أثناء المظاهرة وهناك أمثلة أخرى ذكرتها محكمة القضاء الإداري في مثل هذه الحال القضاء المصري تطلب لإخرار المسئولية وتحميل الدولة بالتعويد أن تكون العلاقة مباشرة بين الضرر المطالب بالتعويد شأنه في ذلك شأن القضاء الفرنسي محكمة النعضة إذا حمل الحكم إذا حمل الحكم مصلحة الآثار مسئولية خطائها عن سحب رخص من مدجر للآثار وما يترتب على هذا السحب من اعتباره مدجرا بغير رخص وتحرير محضر مخالفة ومهاجمة منزله وإزالة اللوحة المعلقة على محل تجاراته وقضى له بناء على ذلك بناء بتعويض عما لحقه من هذه الإضرار فقضاءه صحيح ليه؟ لأنه اعتبرته خطأ مباشر محكمة الإدارية العديل قالت أيضا أن عدم الانتفاع بالعقار هو نتيجة مباشرة للمتناع غير المشروع عن إصدار ترخيص بالتعديل المطلوب في العقار ولذلك أقرت التعويض وقالت أن تدهور الحالة الصحية هو عبارة عن نتيجة مباشرة لتجنيد المضرور خطأا وبالتالي أقرت التعويض يبقى بالنسبة لقضاء سواء في ذلك القضاء الإداري المصري أو القضاء العادي المصري قد قررت تعويض عن الأضرار المباشرة في مقابل ذلك القضاء الفرنسي والمصري اعتبر أن الضرر غير المباشر لا يجوز التعويض عنه ليه؟ لأن الصلة منقطعة بينه وبين الفعل الخاطئ الذي قامت به الإدارة أو الخطر الذي ترتب على أعماله ولذلك اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الأضرار التي أصابت صاحبة سيارة نتيجة لاستيلاء جنود الاحتلال الألماني عليه هي أضرار غير مباشرة لخطأ الإدارة الذي ترتب عليه توقف السيارة ويدحها أحد الجراجات ولم يخر التعويض المضروع عن هذا الاحتلال ليه؟ لأن الاحتلال خد العربية حطيها في الجراش وهي في الجراش أصيبة بطب أضرار معينة فقال لي هذا الاستيلاء من جنود الاحتلال الألماني لا يعتبر ضرر مباشر أو لا يرتب هذه الأضرار التي أصابت اللي رتبها وجودها في داخل الجراجات وبالتالي أيضا رفض المجلس منح تعويض عن ضياع أوراق الملف الطب لأحد المرض الملف ضاع لكن المريض أصيب بأضرار معينة فقال الملف ده السبب مباشر لإصابته بالأضرار لأن الضرر الذي أصاب المريض لم يكن نتيجة مباشرة وطبيعية لفقد هذا الملف وإنما لأسباب أخر وهناك أمثلة أخرى من القضاء الفرنسي في هذا المجال القضاء المصري أخذ بهذا الاتجاه وقرر رفض الحكم بالتعويض عندما لا يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار وقال ذلك محكمة الاستئناف الوطنية إذا تلفت الآلات وابور بسبب حادث حصل للقطار الذي كانت هذه الآلات مشحونة فيه فلا تسأل المصلح عن الضرر غير المتسبب مباشرة عن العادث كان يقال أن هذا الوابور كان معدل للتركيب على بئر ارتوازي وبسبب تلف الآلات اللي اتعذر الانتفاع بهذا البئر فتلفت وزراعة صاحب البئر وكان أيضا متعهدا بأن يروي لأصحاب الأطيان المجاورة مقابل مبلغ فلم يرويها بسبب هذا الحادث فطلبوه بتعويضا عن الضرر ثم أنه لم ينتفع أيضا بالأرض التي حفر البئر فيها وبالأرض التي أعدها لوضع الوبور الحكم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن القطر كان شايل آلات وابور وحصل القطر حدثة فتلفت هذه الآلات بحيث أن الوابور أصبح لا يعمل يبقى الضرر المباشر هنا إيه؟ هو أن الوابور قد تلف ويجب إصلاح صاحب الشأن بيطلب بإيه؟ بقولك لا ده زي حكاية اللي كاية مسك اللبن وعادت تتخيل وهي مشها لغاية ما هو يعمل ده بيقول لي إيه؟ ده الوابور ده أنا كنت هشغله على أرض ناس تانية وكان هركبه على بئر ارتوازي وكنت هقدر استصلح أرض معينة أنت حرمتين من الكلام ده كله يبقى عوضني ليس عن تمن المطور فقط عن تمن الآلات دي فقط وإنما أيضا عن الأضرار الأخرى التي سبق فالقضاء محكمة الاستناف الوطنية قالت لا ده الضرر هنا بالنسبة للحاجات اللي بيتكلم عنها التبعية دي ضرر غير مباشر في مثل هذه الحال وجاءت محكمة القضاء الإداري قالت إيه؟ لما كان المدعي يرجع مرضه إلى الألام النفسية التي أصابت نتيجة للظلم الذي لحقه لتكرار إغفال ترقية ولا ترى المحكمة تم ترابطة مباشرة بين مرضه وبين قرار أو قرارات إدارية يبقى في هذه الحالة تكون المطالبة بالتعويض على غير أساس من القانون ليه؟ لأنها اعتبرت أن هذا المرض لا صلة مباشرة بينه وبين القرارات التي أضرت بهذا الشخص وعملت له حالة نفسية إذن يتفرع عن ذلك أن يشترط أن يكون الضرر مباشرا أن يستبعد التعويض في الحالات التي يثبت فيها أن الضرر كان بسبب حدث فجاء لو الضرر بسبب حدث فجاء يبقى فين المباشر أو قوة قاهرة أو بفعل المضرور أو بفعل الغير ليه؟ لأن علاقة السببية بين العمل المنسوب لجهة الإدارة والضرر الذي أصاب الغير تعتبر غير قائمة وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل لما نتكلم عن علاقة السببية يبقى شفنا أول شرط يجب أن يكون الضرر مباشر الشرط التالي لكي يتم التعويض عن الضرر يجب أن يكون الضرر ثابتا ومؤكدا على وكل يقيم إما لكونه قد وقع بالفعل أو لأن وقوعه في المستقبل أمر حتمي إذا كان الضرر المدعى به ضرر محتمل الحدوث قد يحدث أو قد لا يحدث فإنه لا يجوز الطالبة بالتعويض عنه إلا إذا وقع فعل القضاء استقر بالنقف قال إن الضرر الحالي والضرر المستقبل صورة تاني للضرر المحق يبقى إذن فرق بين الضرر الحالي وبين الضرر الاحتمالي أو الضرر المحتمل واعتبر إن الضرر المستقبل صورة من الضرر الحالي في حالات معينة يبقى عشان الدولة طبقا لهذا القضاء تلتزم بالتعويض يجب أن يكون الضرر الذي أصاب الغي من جراء تصرفها ضررا مؤكدا أي وقع في الفعل أو سيقع مستقبلا ولكنه محقق الوقوع المحكمة الإدارية العليا يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع في الحال أو المستقبل زي إيه؟ إيه المستقبل؟ في الحال موجودة معروفة لكن المستقبل إيه؟ قد يتعذر وقت صدور الحكم تحديد التعويض عن الأضرار التي أصابت الشخص الضرر الشخص أصيب بمرض أو أصيب بعاهة هذه العاهة وقت مطالب بالتعويض ما كانتش مكتملة أو هذا المرض لم يكن يرتب أعثار معينة في هذه الحالة القضاء بيقولك فيه ضرر بس محقق لكن هيتم وهيستقبل في المستقبل فأنا هأرجع التعويض لحين استكمال العناصر اللازمة لتقديره لتقدير هذا الضرر فإذا تجمعت للقاض عناصر تقدير الضرر حكمة بالتعويض أما إذا تعذر عليه تقدير الضرر المستقبل فقد يحكم بالتعويض مقابل الضرر الواقع فعلا وإحفظ حق المرء الشخص في المطالبة بتعويض مستقبلي أو يستنى لغاية ما الدعوة تستكمل فكرة الأضرار كاملة إذن معنى ذلك القضاء طبق هذا ومن تطبيقاته إن عدم معاونة الإدارة في تنفيذ حكم بترض مقيم في عقار بدون سند قانوني مما أدى إلى أن يتحمل ملاك العقار خسارة عند بيعه نظرا لأنه قد تم هذا البيع بسبب أقل من السمن الذي كما طبما لاتفق عليه الوقع عبر عن صدر للشخص حكم علشان بترضي مقيم عنده فرح ينفذ الإدارة ما ساعدتهش في هذا التنفيذ ترطب على ذلك إن ظل المستاجر موجود في هذا العقار يمو يبيعوا العقار انباع العقار بقيمة أقل كثير مما لو كان قد نفذ الحكم وطرد المستاجر إذن في هذه الحالة بنجد هناك أمثلة كثيرة في هذا المجال النوع الثاني بقى اللي هو القضاء قالك لا ما نعوضش عنه الضرر الذي لا يعتبر ضررا محققا ففي هذه الحالة لا يجوز التعوض عنه الضرر المحتمل هو الضرر الذي لم يتحقق فعلا وليس محقق الوجود في المستقبل لو محقق الوجود في المستقبل كان دخل ضمن الضرر المؤكد وبالتالي قد لا يقع وقد لا يقع هذا الضرر لا يعوض عنه إلا إذا وقع فعلا يجب أننا ننتظر حتى يتحقق المطالبة بالتعويض أو حتى يتحقق الضرر فأطالب بالتعويض زي إيه أنه يترتب على الأشغال العامة خلل في منزل أحد الأفراد هذا الخلل في طبيعته يعتبر ضرر محقق لكن احتمال تهدم المنزل نتيجة لهذا الخلل ضرر غير محقق لا تسأل عنه الإدارة إلا إذا هدم المنزل فعلا أو تهدم المنزل القضايا الإداري الفرنسي استقر على عدم التعويض عن الضرر المحتمل ولذلك قرر رفض التعويض عن حرمان الوالدين من الدخل الذي كان يأملان في الحصول عليه مستقبلا من ولدهم لو لا إعاقته هو أصابته إعاق فبدأوا يطلبوا بالتعويض بيقولوا مستقبلا الإعاقة بتاع الولد ده هتؤدي إلى أنه ما يقدرش عنده دخل كبير وبالتالي إحنا اللي بناستفيد منه لأنه هو اللي بيصرف علينا في هذه الحالة أصبنا بضرر فالقضاء قال لك لا 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 متأسف هنا ضدر مستقبل غير حقيقي وإنما له الطابع الاحتمالي وكذلك استقر القضاء المصري على هذا الاتجاه ولذلك رفض التعويض عن الأضرار الناشئة عن إلغاء قرارات التعيين أو الترقية في الوظائف العام إذا كان هذا الإلغاء لا يترتب عليه بالضرورة تعيين من صدر لصالح حكم الإلغاء في هذه الوظيفة صدر حكم بإلغاء مجرد لتعيين أو لقرارات ترقية في هذه الحالة بيعود الأمر إلى جاءة الإدارة جاءة الإدارة حرة إنها ترأي ولا ما ترأيش يبقى الضرر هنا اعتبروا ضرر احتمالي وده استقر عليه قضاء مجلس الدولة المصري ومن الأضرار المحتملة التي رفض القضاء الإداري فيها حكم للمحكمة الإدارية العليا في أن إلغاء قرار مجلس الدولة بعدم تلقية أحد إلغاء مجردا بسبب عدم توفر الحيدة أو غيره ليس من شأنه أن يقطع بأن هذا القرار قد أحدث ضررا محققا بالمدعي لأن إلغاء القرار إلغاء مجردا لا يعني في حد ذاته ترقية المدعي إلى الوظيفة التي يطالب بها القضاء محكمة القضاء الإداري أيضا خارج إطار الوظيفة العامة قضت بذلك قالت إن الاستلاء على أرض زراعي بالمخالفة للقانون تحسب على أساس سبعة أمثال الضريب ولا عبرتها في هذا التعويض بارتفاع قيمة الأرض لدخولها كردوني المدينة طالما أنه لم يطرق تغيير على طبيعتها يدخل كردوني المدينة ما حصلش تغيير واستمر خضوعها للضريبة الزراعية وليس لضريبة المباني لأن ارتفاع قيمة الأرض المتوقع ليس إلا ضررا محتملا لا يجوز التعويض عنه وقضت كذلك في أحكامها ومن بناء حكم صدر في سنة 2005 ومحكمة النقد أقرت ذلك وقالت صراحة في حكم صدر في 47 يجب لصحة الطلب المدعي الحكم له من المحكمة الجنائية بتعويضات مدنية أن يكون الضرر المدني ثابتا على وكه اليقين والتأكيد واقعا ولو في المستقبل ومجرد للدعاء باحتمال الضرر لا يكفي بداهة واستقرت أحكام محكمة النوع بتجي هنا مشكلة معينة وهي تفويت الفرص هل يعتبر تفويت الفرص ضرر محقق يجب التعويض عنه القضاء الفرنسي والمصري استبعد التعويض عن الضرر الاحتمال ولكن اعتبر أن تفويت ضرر الفرص نوع من الضرر المحقق الذي يتمثل في الحرمان من ميزة معينة ويتعين تقديره بالقدر الذي كان يحتمد معه تحقيق الفرص من الفرص الفائت القضاء رتب على كده قال أن تفويت الفرص الجاد يعتبر سببا لتقرير التعويض أما الفرص غير الجاد فلا يحل للتعويض عنه إذن قالوا أن الضرر الناشئ عن تفويت الفرص لا يرد على كسب احتمالي غير مؤكد وإنما يرد على الحرمان من فرصة فعلا لتحقيق هذا الكسب زي منعت الإدارة شخص من التقدم لامتحان لشغل وظيفة طيب إن جاح المتقدم للامتحان ده غير مؤكد هيدخل الامتحان جايز ينجح وغير ينجح يبقى هذا ضرر أو فرصة غير جادة إلا أن منعه من دخول الامتحان أدى إلى ضيع فرصته نفسها مما يعتبر ضرر المؤكد يبقى أنا هنا هعوض عن منعه من دخول الامتحان ولكن مش هعوض على الأضرار التي تصيبه إنه كان هينجح في هذا الامتحان قضاء الفرنسي استقر على تقرير التعويض إذا كانت الفرصة جدية ورفض التعويض إذا كانت الفرصة غير جدية والمجال اللي كان فيه حيوي بالنسبة للتفلقة بين الفرصة الجدية والفرصة غير الجدية هو المجال الطبي لأنه قد يرجع تفويت الفرصة إلى خطأ طبي يحرم المريض من فرصة الشفاء أو تجنب الإعاق أو الجراحة زي عدم كفاية الفحوص مما أدى إلى ضياع فرصة المريض في تجنب بطر ساقة يبا إذا أو التأخير في العلاج باستخدام المضاد الحاوي مما أضاع على المريض فرصة تجنب الإصابة بأحد الأمراض دي بنعتبرها فرصة جادة في هذه الحال لكن لم يقتصر الأمر على الخطأ الطبي فقد يرجع هذا الخطأ إلى سوء تنظيم المرفق أو الخطأ في الرعاية كقصور عمل جهاز التنفس الصناعي الذي يحتاج إليه المريض مما أضاع عليه فرصة البقاء على قيد الحياة القضاء المصري جرى أيضا على تقرير التعويض عن تعويض عن الفرصة الجادة وقالت بحكمة الناط القانون لا يمنع من يحسب من القانون لا يمنع من أن يحسب في الكذب الفائد الذي هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل العصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب بعقل مجلس الدولة المصري أخذ بذلك في حكم سنة 1970 بشأن مطالبة أحد الموظفين عن تفويت فرصة لترشيح للترقية بالاختيار يبقى في هذه الحالة وقال أني لا يوجد دليل على أن لجنة شؤون الموظفين لم تكن سترق المضطعي المدعون ضد إلى الدرجة الخامسة إذا ما أجريت الترقية على الوجه المطابط القانون قالت هنا يعني أن الفرصة واضح لأن لما بحثنا موضوع الدعوة وجدنا أن لجنة شؤون الموظفين لو عرض عليها أمره كانت تترقية فعدم العرض يعتبر ضياع لهذه الفرصة في هذه الحالة أيضا نمرة ثلاثة بعد الشرط التالت يجب أن يكون الضرر قد أخلى بمركز يحميه القانون إذن لا يكفي لكي يكون الضرر قابلا للتعويض أن يكون مباشرا ومحققا وإنما يجب أن يكون قد وقع على مركز يحميه القانون أي على حق أو مصلحة مشروعة أما إذا كان الضرر وقع على مصلحة غير مشروعة لا يقرها القانون يبقى فيها إذا اتخذ فإذا قامت جهة الإدارة ببعض الإجراءات لوقف شغل أحد الأفراد للدمين العام بطريقة غير مشروعة فلا يجوز له أن يطالب بالتعويض حتى ولو كانت الإجراءات التي صدرت من جهة الإدارة إجراءات غير مشروعة ليه لأن المصلحة اللي هو بيطالب بها أو يعني الحاجة اللي بيطالب بها حاجة غير مشروعة من البداية إذن استقر مجلس الدولة المصري على اشتراط حماية القانون للحق الذي لحقه الضرر لكي يحكم بالتعويض ولذلك الجمعية العمومية للفتوى والتشريع قالت إيه لا رفض تعويض الأفراد الذين قاموا بإنشاء مباني على أرض مخصصة للنفع العام دون ترخيص من السلطة الإدارية وتمت إزالتها حتى ولو كانت جهة الإدارة قد أخطأت في بداية الأمر بعدم اتخاذ إجراءات إزالة التعدي وقامت بتحصيل الدرائب العقارية من هؤلاء الأفراد وذلك لأن إنشاء هذه المباني يعتبروا تعديا على المال العام إنت تعديت على المال العام يبقى لا يا جزء أنت استفيد من خطأك وده اللي استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية لهم كده يبقى تكلمنا عن إيه الشروط الثلاثة التي يجب أن تتوافر في الضرر سواء كنا أمام مسئولية على أساس الخطأ أو كنا أمام مسئولية بدون خطأ إحنا قلنا قبل كده إن فيه شروط خاصة بمسئولية الإدارة بدون خطأ يجب أن تتوافر في الضرر لكي يرتب المسئولية ده إحنا اللي إحنا هنشرحه إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا